النهاردة حكم نهائي حكم نهائي باعدام اتناشر من قيادات الاخوان المسلمين كل الاحكام قبل كده كان لسه فيها نقض فيها كلام كده انما النهاردة نحن امام اول حكم نهائي يتعرض لاتناشر من الاسماء الهمة في الاخوان المسلمين صفوة حجازي ومحمد البلتاجي وعبد الرحمن البر اسماء كثيرة على فكرة هم كانوا قد العدد ده تلات مرات ولكن تم تخفيف الاحكام على مجموعة اخرى الى المؤبد يعني مثلا منهم كان المرشد المرشد كان واخد اعدام وتم تخفيف الحكم بتاعه الى مؤبد بالمناسبة المرشد بعد القضية ديت مجموع الاحكام اللي عليه 175 سنة يعني مجموع الاحكام اللي عليه 175 سنة وعنده تلاتة اعدام لسه مش نهائيين يعني يمكن ده كان من القضايا اللي كان ممكن المرشد يبقى فيها حكم نهائي باعدامه فالنهاردة في 12 واحد من قيادات الاخوان حضراتكم اسماءهم موجودة قدامكم وطبعا هذا الامر ليه اجراءات عبد الرحمن البر محمد البلتاجي صفوة حجازي أسامة ياسين أحمد محمد عارف إيهاب وجدي محمد محمد عبد الرحمن الفراماوي مصطفى عبد الرحمن الفراماوي أحمد فاروق كامل هيسم سيد العربي محمود محمد محمود علي زناتي عبد العظيم إبراهيم محمد عطية وهو ده حكم نهائي وبات ولا يجوز الطعن عليه بأي وجه من الوجوه دي قضية اعتصام ربعة